يواصل نظام التركي ملاحقة المعارضين داخل البلاد وخارجها والتضييق عليهم وزج بهم في المعتقلات ووصل الأمر به إلى أن حول سفاراته في الخارج إلى أجهزة استخبارات لهذا الغرض وهو ما تشير إليه تقارير استخباراتية الاستخبارات الألمانية حذرت في تقريرها السنوي لعام 2022 من أن أجهزة المخابرات لدى النظام التركي تنفذ أنشطة استخباراتية في البلاد للتجسس على المعارضين المقيمين في ألمانيا وتنفيذ هجمات سيبرانية تقرير الاستخبارات الذي عرض خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الداخلي الألماني ورئيس هيئة حماية الدستور في العاصمة برلين أوضح أن النظام التركي يركز على الأشخاص والجماعات التي يعتبرها جزءا من المعارضة السياسية له وكان مسؤولون في النظام التركي قد أقروا في وقت سابق بقيام البعثات الدبلوماسية التركية بالتجسس الممنهج على منتقدين نظام التركي على الأراضي الأجنبية بالإضافة إلى الطلب من الدبلوماسيين جمع المعلومات الاستخباراتية ويواجه منتقدون نظام التركي في الخارج المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف والحرمان من الخدمات القنصلية وسحب جوازات سفرهم بالإضافة إلى الاستيلاء على أصولهم في تركيا بينما يواجه أفراد عائلاتهم الموجودون في أنقرة تهما جنائية